فهو حلقة الوصل بين العجلات وجسم المركبة وهو النظام الذي يحافظ على ثبات وتوازن هيكل السيارة وغرفة القيادة كما أنه النظام الذي يحافظ على ثبات السيارة على الطرقات والمنعطفات وأخيرا وليس آخرا فهو النظام الذي يقوم بامتصاص الصدمات الناتجة عن عدم استواء الطريق ويمنع وصولها إلى غرفة القيادة والسؤال الآن هو كيف يعمل هذا النظام؟ عندما تمر السيارة فوق عائق ما فإن هذه الكفة المعدنية تسمح للإطار بالنزول أو الارتفاع بشكل مستقل عن هيكل السيارة والإطارات الأخرى بحركة بطيئة وذلك لامتصاص الصدمة الناتجة عن هذا العائق هذه الحركة البطيئة نسبيا توفرها مصات الصدمات والنوابض الحلزونية المحصورة بين الكفات وهيكل السيارة يتكون مص الصدمات من جزئين رئيسيين هما المكبس والإصطوانة السفلة تحتوي هذه الإصطوانة على سائل خاص يقوم بعملية إبطاء وممانعة حركة المكبس داخل الإصطوانة فعندما تتحرك الكفة للأعلى تدفع في طريقها الإصطوانة السفلية مما يؤدي إلى انضغاط السائل المحصور بين جدران الإصطوانة السفلية والمكبس عندها وبفعل ضغط هذا السائل ينفتح صمام المكبس سامحا للسائل بالمرور إلى أعلى المكبس بشكل بطيئ نسبيا ويساعد في عملية الحركة البطيئة النابض الحلازوني المحيط بماص الصدمات بعد مرور السيارة عن العائق تبدأ الإصطوانة بالعودة إلى وضعها الأصلي بفعل ضغط السائل وقوة النابض الحلازوني ووزن الكفة المعدنية والإطار بهذه العملية يكون قد تم تخفيف وصول الصدمة الناتجة عن المرور فوق العائق إلى هيكل السيارة وغرفة القيادة ولا يختلف نظام التعليق الأمامي عن النظام الخلفي إلا في طريقة تثبيت الكفة على جسور الهيكل الرئيسية أما مبدأ العمل فهو نفسه نظام التعليق هذا يسمى بنظام التعليق المتحرك أو المستقل وذلك لأن كل إطار في السيارة معلق بشكل مستقل عن الإطارات الأخرى ومن الجدير بالذكر أن النوابض الحلازونية تستخدم عادة في سيارات نقل الركاب الصغيرة التي تستخدم نظام التعليق المستقل أما في مركبات الشحن الكبيرة فتستخدم عادة نوابض أكثر قوة وتحملا للأوزان تسمى النوابض الورقية هذه النوابض عبارة عن مجموعة من الطبقات المعدنية الرقيقة نسبيا ترتب فوق بعضها وتثبت في جسور هيكل السيارة ويكون لهذه الطبقات المعدنية خاصية المرونة تماما كالنوابض الحلازونية وتستخدم هذه النوابض في أنظمة التعليق الثابت أطلق على هذا النظام هذا الاسم لأن الإطارات الخلفية فيه مثبتة على محور واحد معلق باستخدام النوابض الورقية على جسور الهيكل وذلك يعني أن تتأثر الإطارات الخلفية بحركة بعضها عند المرور فوق العوائق بعكس نظام التعليق المستقل ترجمة نانسي قنقر